طيب خلينا نتكلم شوية عن الفنانين اللي كانوا في حياتهم اه طبعا كلمني شوية عن الجزئية دي وتترقتلها ازاي في الكتاب احنا عندنا اكتر من طبعا فنانين كتير في حياتهم عندنا طبعا ستة كل سعاد حسني ايوه دي كانت هو بالنسباله سعاد حسني كانت احيانا كتير زي بالنسبال لنا احنا كمان يعني رغم ان هو مفروض فنان قدامها لكن كان بيحب سعاد حسني كفنانة بشكل غير عادي لانه هو بيبتدي حياته لسه بيدخل مع التمثيل كانت سعاد حسني بتعرض لها في السينما الزوجة الثانية وده طبعا من أهم الفان في ريخ السينما فانت تخيل هتمثل بعد شوية وقت مع اللي انت شايف البوستر بتاعها في الشارع تخيل دي من فتاة احلامك لانها تبقى شخصية حقيقية بتمثل معها سعاد حسني كانت بتحب تمثيل محمزات جدا لان الاثنين بيطلعوا اكتر تقفة وميفكروش بقى ده ما فيش تفكير خالص زي اللي جوا طالع على طول كده تلقائي صحيح والاثنين نفس المدرسة في طريق التمثيل والاثنين برضو مش هتكرر صحيح فالاثنين كانوا زي في هو وهي كانوا بعينهم مباريات تمثيل يعني في مسلسل هو وهي في مباريات في التمثيل ازاي هيعمل رد فعل ازاي هي فكرنا كده بالاعمال اللي عملوهم عبعد عملوا شفاقة ومتولي عملوا موعد على العشاء عملوا هو وهي عملوا على هو وهي ده وجميله الدرجة الثالثة والناس ما شفيتوش قوي وده اخرج كبير شرف عرفات ومن قويل اعماله ففي طريقة بيرة جدا وفي كمسي وفي كده يعني روح ما بينهم جدا في بقى شكل تاني يمثله معه مثلا فنانا كبير نجلقة فتحي كان برضو علاقته من نجلقة فتحي بدأت في فيلم اسكندرية ليه هي وقفت جنبه لانه هو كان في بدايته وهو بيصور مشهد حسنه ما صورش كويس وانه عنده احسن فعايز يقول يوسف شايني يعيد المشهد ما يقدرش طبعا يوسف شايني ما حاجة نروح له الله يرحم فقال نجلقة فتحي انا محتاجة عيد فقالت له اه لا دي محتاجة خطة يوسف شايني اللي هنروح له نقول له من لذين ده اللي يجرؤ انه يقول له عايزين نعيد فاتفقوا مع مدير التصوير انه يقولوا انه في غلطة في طريقة التصوير ان احتمال تطلع اللقطة مظبوطة او يطلع الكادر مش مظبوط فمحتاجين نعيد تاني عشان الفكرة دي فوافق يوسف شاين لانه مش يحتمل انه يحصل غلطة في فيلم بتاعه فعاده يعيده هو ارتبط بفكرة انه نجلقة فتحي ساعدته ثم بعد كده صور مع بعض ساعد اليتيم ثم بعد كده بقى اصحاب لدرجة انه هو اللي خليها توافق على المرأة الحديدية هي ما كانتش عايزة تمثل المرأة الحديدية وشايفانه هو عكسها تماما لان طبعا هي كانت ست الحسن والجمال طبعا في السبعينت طبعا في دات في دات طبعا فهتطلع المرأة الحديدية ازاي ويتباني انها بتلعب كراتي وهكذا ازاي الفيلم ده بعدك عنده بقى نفس المسألة مع فان انا كبير انا بي العبيد لقى برضو مختلفة تماما في التمثيل وده بان شادر السمك وفي شادر السمك آه في شادر السمك طبعا فكان في مباريات في التمثيل لدرجة انهم في شادر السمك في مشهد الاخير حققوا نجاح كبير جدا جدا وكانوا بضراب عدى بشكل حقيقي طبعا